كابتل محمود الخطيب رئيس النادي أكد أن عائلة الأهلي دايما قادرة على عبور كل التحديات وأن القيم والمبادئ هي أهم ما يربط بين أعضاء الجمعية العمومية ده طبعا حصل على هامش اجتماع الجمعية العمومية الذي لم ينعقد بسبب عدم اجتماع النصاب القانوني عبر كابتل محمود الخطيب عن ساعته البلغة بأي تجمع لعائلة الأهلي العريقة اللي دائما ما بتجتمع من أجل مصلحة هذا الكيان ولفت الانتباه إلى أن أي خلافات في وجهات النظر لا يمكن أن تؤثر على وحدة وتلاحم أعضاء النادي الأهلي أشار كمان إلى اعتزاز مجلس الإدارة بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي ووجه ليهم الشكر على تلك الثقة عموما فيه حاجات كتير كلها لطيفة حصلت تعالوا نتعرف عليها وكمان نسمع جانب من كلمة كابتل محمود الخطيب في هذا الاجتماع ونرجع نكمل التفضل نحن ممكن نلتقي النهاردة في بعض المواضيع كانت معروضة على حضراتكم المواضيع دي هتكون بعد بس ما تعلن النتيجة هتكون من يعني تعود مرة تانية لمجلس إدارة اللي هو بتشرف أن أنتم يعني دوتونا سيقاتكم السيقة دي سيقة كبيرة جدا جدا في بعض يمكن من أعضاء مجلس إدارة قبل ما تكمل كلامي فيه ظروف فيه محضرشي الأستاذ خالد مرتاجي أميني السندو المهندس خالد مرتاجي لكن هو داخل معنا على زوم فيه برضو بعض الزملاء مش عارفين نتواصل معهم عشان يخشوا معنا على زوم المهم في الجامعة دوة اللي احنا فيه النادي الآلي بيمر لمرحلة حلوة الحمد لله وصعبة النادي الآلي تعود إن شاء الله أي مشكلة موجودة بتتحل ما بين العائلة الوحدة والأسرة الوحدة كمان الشيء اللي أنا عايز يعني أقول لأحراكم عليه أن احنا الحمد لله عندنا فرع الجزيرة ومدينة نصر أو كمكر الجزيرة ومدينة نصر عندنا أهل الشيخ زايد عندنا أهل التجمع تجمع بإذن الله في غضون شهرين تقريبا إذا ما كانش قبل كده هيكون في زي نوع من أنواع يعني زي بقوله كده في البس التجريبي يعني عايزين إن شاء الله في خلال أسبوعين من دلوقتي هيكون فيه التشغيل التجريبي بالنسبة للتجمع إن شاء الله لغاية ما يتم الافتتاح الكامل بإذن الله النادي الأهل الحمد لله مزانية كويسة النادي الأهل الحمد لله عنده نجاحات ورعاية بأرقام الحد ما معقولة كويسة لكن الحمد لله دايما يكون أحسن من كده إن شاء الله لأن مصرفاتنا كتير عندنا إرادات الحمد لله رب العالمين لكن فعلا مصرفاتنا كتير جدا علشان كده عندنا رؤية للسنوات القادمة بإذن الله إزاي نزود إراداتنا بحقوق وبابتكار لحقوق غير الرعاية الموجودة علشان إن شاء الله ندخل موارد تانية بإذن الله إذا ربنا وفقنا يعني إحنا هنسعف ده وبإذن الله نطلب من الله التوفيق يعني تاني مرة تانية برحب بحضراتكم كلكم بشكركم كلكم على الحضور وأسيب بقى لدكتور سيد حزين يكون هو يتولى إدارة الموضوع شكرا والسلام عليكم طيب رائع جدا خلينا كمان ننوح إن النهاردة هنكون متعين مع حضراتكم على قناة الأهلي برضو لحظة بلحظة تفاصيل مؤتمر الصحفي وفعاليات كمان الاحتفالية بقى بمناسبة توقيع عقد الشراكة بين النادي أهلي وبنك أبو ظبي الأول مصر ده الراعي والبنك الرسمي زي ما حضراتكم عارفين للنادي الأهلي هيكون لمدة أربع سنوات فيعني أعتقد برضو ده شيء لازم نحن نتكلم عنه وقالة الأهلي طبعا هتنقله زي ما كنت بقول لحضراتكم ألف مبروك علينا كل عقود الشراكة الحمد لله اللي احنا مضيناها مع أسماء كبيرة جدا طبعا الحلو كده في الكيانات الكبيرة كيانات كبيرة مع بعض وبيلاقوا بعض لأن دي دايما سياسة تسويقية وبيعية هيلة جدا وبطبعات الحال النادي الأهلي ودي برضو ما هيش حاجة جديدة طول عمره جازب لكل الكيانات الكبيرة اللي أكيد يهمها جدا أن يكون فيه أي تعاون مشترك طبعا أي كيان ناجح بيبقى عايز دايما يرتبط بكيان ناجح ففكرة أن أنت ترتبط كمؤسسة كشركة كراعي معين لبراند كبير بالنادي الأهلي أنت كده مع الناجح برضو في الأول فائحة أنا مش بروج للنادي هذه حاجة بجده أنا بتكلم ده فاكت بزبط أنت رقم واحد حابب أن أنت تبقى مع رقم واحد فالحمد الله يعني طيب خلينا نكمل كان يوم عارفة عارفة أنا وانت أنا بالصدفة مبارح روحت مكنتش واخد بالي أنه كان في نفسه أنا فاكرك أن الاجتماع ده حيكون النهاردة فاتفاجأت مبارح أنه كان مبارح عايز أقول لك النادي بدون مبالغة والله العظيب وأيا كان الفئة العمرية فيه خلية نحل وفيه ناس اكسايتد مش مجرد أنت رايحة مكان عشان تعودي فيه لأ أنت رايحة بيتك وراحة تشوفي حال بيتك ايه وتزبطي ده كان مرسوم على وشوش الناس تقريباً مبارح حاجة حلوة جداً ترجمة نانسي قنقر